حتقابل واحدة ست حتغير حياتي دي باصلة أيضا أصلها ستة بنت بلد على أبوه قطة طيب بص يا ستة هذا رجل عيدل تعاوز أجي معك سكة وأنا بموت في الرجل العيدل حلو ده بص يا ستة لقت عيدل وأقول عايز إيه وخلصني أنا قصدي يعني 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 عمو عبدالله في حاجة مهارة ايه فيه ايه ايه ده انتو بتعمله ايه نعمل ايه بتعملش حاجة ايه يا بنت فيه ايه قعدة برغنة وسعب فيها حاجة دي انت ايه اللي تدخلك من غير إذن المركبة اللي جاية من أطاليا عليها حولها الأستاذ بونير نعم الأستاذ بونير ده رئيسك المباشر تروح تبلغيه وهو يجي يقول لي فيه فضالي ماشي سلام عليكم وعليكم السلام اللي احنا كنا بنقول ايه كنت بقول يعني لو تخش في الموضوع يا سعبدو هو موضوع يعني كنت عايزة اقول يعني اه اه قول يا اخويا انا مرارتي ديقة ما تستحملش لا الف السلام على مرارتك ايه رأيك في ورقتين عرفي واتنواري شقة المهندسين لا بطلته هو ايه ده اللي بطلتين العرفي بيجيب مشاكل حلو قوي يغوروا الورقتين ده وبردو تنواري شقة المهندسين اصلا انا يا اخويا ماليش في الشمال ولو كان ليا في الشمال كان الحال بقى غير الحال مع الثلاث لا تتخلني بس رايحة فين وحلها ازاي دي تتحل بالمأزون والفرح على سنة اللهو رسول وما تتبقش في الوجه كتير مش كويسة عالكولون فتك بعافية يا سعبدو انا ما كانش ليا توميا ابدا النهاردة مع الكرمبو مستر منير في حاجة مهمة جدا عايت لقولها لحادتك ايه ريحة دي ايه يا نيس ايه مش في باب تخبطي عليه معلش حادتك اصلا موضوع خطير بس ريحة اخطر ايه ده وبعدين مش حادتك احمر كده ليه مدغوط يا نيس اه مدغوط ضغط الشغل عندي هيعمل انفجار كان الله في العون يا فن خير ايه الموضوع الخطير اصلا حادتك وانا بحضة الملف لحادتك طلبته مني لاحظت ان وزن الحمولة اللي هننقلها على المعكب اللي جاية من اطاليا اكبر من طقة المعكب نفسها ده غير بقى ان الارصاد محذرة ان الجو منقلب في الماية يعني لقد ضع له ممكن المعكب ترق بالبضاعة اللي فيها لاحظتي انت هنا ما تلاحظيش يا نيسة انت هنا تعمل اللي اقولك عليه وبس ودلوقتي يلا تفضلي على مكتبك جاهز الفايل اللي قتلك عليه بسرعة الناس جاية كمان نص ساعة طيب حاضر هرجوكي هرجوكي مسلمونير مسلمونير ايه ايه حاجة مهمة موك حالك بس تكلم الناس بتوع الصيانة عشان التاكيف عندي بيناقت مية وبعدين واضح ان المجاري ضربت هنا عند تحتتك في المكتب دريحة حصل على الغاية برا افقلها ايه ده ايه ده بتزيد ايه ده بتزيد يا سادة الهيه ارجوكي 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 افضلي ارجوكي ايه ده واحد معرفش يفارفش في المكتبه ابداً ايه ده بقول لحضرتك العمر لواصل وعايز يملكه ضرورة حاضر حاضر قوله حاضر قوله حاضر يبا انا مش هانف اشتغل انا مش هانف اشتغل البتاعة ده انا زقت خلاص مش هانف اشتغل يا رب اعمل ايه اشتركوا في القناة هو ده ماشي وحية أمي لدي بأخك مرحبا في إيجيب سنبدأ في 5 منتين هل لديك كافي؟ كافي؟ مستر عبد الله كويس انهم قاموا وعايز اقول لي السيادتك على حاجة قبل من نبدأ دلوقتي الحمولة وزنها أكبر من طاقة استيعاب الباخرة ودلوقتي الجو كمان مش مضمون يعني لو حصل أي تقلبات في البحر لا قدر الله ممكن الباخرة تغرأ اسمع مونير ايه مش أول برة تعمل الشغلة ديت وبعدين يا أخي فرق الوزن مش كبير أول الدرجات دي ثم ما تنساش إن العملا بتوعنا متعودين على إن معاودنا مظبوطة مش حاوزين نخسر الميزة دي ها؟ تماما بلاش تتكلم عربي كتير إن مش كلهم والدقلوط بيفهموا عربي كويس شوف لي بس ما تضع الملف إخلص حالا أيوة؟ بلاش أيوة بقولك بيفهم عربي آه طبعا شوفوا لي شريهان فين آه ايه ده؟ من دول؟ دلوانا أشرف والبت إنها بيعملوا إنها خبياتهم ولا شير إيدك يا لأ آه 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 الشركة دي اللي يشوفها من فوق غيو اللي يشوفها من تحت آه ايجي بالكوفي فيه غامج فتح آه ما تشوفينا يا ابني الملفة معروضت خلص الإنجليز لتعليمت كله بص إنت جوقتو متعدا خلتي أيوة يا خلتي عايزة أي خلتي بالوقت كنت عايزة أقولك على حاجة كده حسلت بني وبنس عبدال خير يا خلتي خير خير زي ما تقولي كده فيه بني وبنس عبدالله وإن شاء الله عن قريبة تسمعي أخبار حلوة قوي أنا قلت أنا قلت يا خلتي دخلتك على الراجل بالتواجن دي فيها إنا عشان أمنا ما شوفنا منك تواجن ولا شمنا حتى رحيتها صح؟ يا بيت إيه المشكلة يعني حتى لو تجوزت لا لا يا خلتي مشكلة طبعا الناس دول هيفتكروا إن إحنا دخلين على طمع أنا مش قلقنا من الراجل الطيب أنا قلقنا من البيته السموية اللي عاملنا فيها من كل سابة دي دي هتقرسنا أنا ملقحتش جدتي على حد هو اللي عايز وهو اللي شاري أيوا 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 تبضل تقولي لي بصي بقى وهو اللي شاري وهو اللي مش عارف إيلا يا خلتي الموضوع ده مش هينفع لازم لما جيلك نقعد قادة ونعرف هنعمل إيه فاكرة عم محمد اللبان عادت تقولي لي بصي بقى وبيموت فيه ومش عارفة إيه وكان عنده بيت السموية وكانت مقعيفة وهي اللي شلوحتني في الآخر آه! 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 ماذا الخيار يا عمو؟ ماذا الخير يا حبيبت؟ الشاريع حالي والملف يكون جاهزة عند حضرتك حلل الملف جاي يا فن شكرا